اشتركوا في القناة عن الضحك الذي يشبه البكاء وفي العراق يعني يا مكثر الضحك الذي يشبه البكاء ضحكم كالبكاء تقرأ في خبر من أحد الوسائل العامة القريبة من الحكومة كأنها تريد أن تقول للمواطن نحن بلد متطور ومزهر ممكن تحدثنا بالحلقة الماضية وقبلها عن ازدهار العراق كيف ينظرون إليه فتحدث أن العراق بالمرتبة 19 عالميا كأرخص بلد بأسعار البانزين الله هو أكبر هذا المضحك الذي يبكي هذا المضحك الذي يبكي ما هي كل بلدان المنتجة للنفط البانزين بها رخيص حتى في الزويلة التي هي في أعلى يعني أعلى مراتب التضخم بها عالميا بها البانزين رخيص ويجبون Global Petrol Price هذه المنظمة هي التي قدمت هذه التقرير اللي يقول العراق بالمرتبة 19 عالميا كأرخص بلد بأسعار البانزين قبل ما تحدثت لي عن البانزين وسنتحدث عن هذا الموضوع حدثت لي عن أسعار إيجارات البيوت هو المواطن يهتم بالهاي أسعار المواد الغذائية بالأسواق أسعار الأطباء والتطبق أسعار المستشفيات أسعار النقل أسعار الخدمات أسعار الدراسة أسعار المي الكهرباء هذه تحدث لنا عنها تحدثت لي عن البانزين نحن بلد من المرتبة 19 عام نحن واحد من البلدان الأكثر بلدان العالم تصدير للنفط ما هو أحد مشتقات البانزين أحد مشتقات النفط فأنت تحدث لي عن قضية طبيعية ما هي البلدان يعني الآن ليبيا مرتبة الأولى الجزائر الكويت كلها قبل العراق أنغولا مصر حتى مصر اللي ما بها قليل بها البترول تركمانستان ماليزيا البحرين قطر السعودية تونس المغرب كلها قبل العراق شنو اللي تتعجي البلدان اللي مبيها وبيها غالي البانزين سوريا الأردن السودان لبنان نعم هذه الدول العربية مثلا قريبة من عدنا أما الدول الأخرى التي تصدر النفط وحتى نفط بهذه الكملية فهذا من الطبيعي هذا ليس علامة صحة وليس علامة ازدهار وتقدم وأنتم سوئين منجز حكومة مسوئة منجز حكومة مسوئة منجز لأن البترول لأن البانزين اللي انبعدنا بالعراق احنا أرخص بلد من مرتبة الساعة عشر كأرخص بلدان تبيع البانزين الله أكبر بحون كونغ أغلى البلدان وموناكا وإسلندا وبلجيكا والنرويج أغلى البلدان في البانزين لكن هل حياتهم تشبه الحياة اللي عندنا هل المواطن في النرويج وفي بلجيكا وفي إسلندا وفي موناكا يعيش مثل ما يعيش المواطن العراقي محروم من الكهرباء محروم من الخدمات الصحية محروم من مدرسة الزينة والطريق الزين والأمن والأمان والتنقل والمصد أنت جدا تحجون هو اللي يريد يروج إلى شيء ما يحتاج المنجزات هي التعلن عن نفسها أنت سوينا بلد براس خير قدم الخدمات لس صارق لس صارق لس صارق تقدمها للمواطنين كل خيارات كل هذه الخيارات التي تأتي هو النفط ملك من ملك العراقيين وإنتوا تقولون بالدستور الحكومات تقول في هذا الدستور الكسيح من 2005 في أول فقرة من عند لي فوق يقولون النفط ثروة النفط هي ملك للشعب العراقي ما هو الشعب العراقي هذا ملكة تبيعون النفط تجد الفلوس ملك للشعب العراقي فيجب أن تخدمون الشعب العراقي بها من تبنو لأحسن بلد تبنو لخدمات أرق ما يمكن أرق المدارس أرق المستشفيات أرق الجامعات أرق المدرسين أرق المناعج أرق الخدمات أرق الأمن أمان مراكز ترفيهية الحياة حلوة كل شيء جميل ما بي تفرق القضاء من أعدل القانون كل تحترم هكذا وبعدين أحتي لي على البانزين رخيص له غالي من توفرون سكن 65% إلى 70% من الأرق يمعتهم بيوت وتحدث لي كيفية الإيجارات الآن يشتري الصمون والخبز ويفية الفواكه والخضر ويفية يشتري الدو وإشتري قد أسعار الدو مصائب هذه يعني كلام غريب ذلك أنا سميته يعني يأضحك كلمك هذا يضحك يضحك من تجي البانزين يختلف لأنه باختلاف الأنظمة معدلات الضرائب حجم الدعم المقدم للبانزين من الدول ينتاج النفط والبانزين البانزين أحد مشتقاته هذا كله يحدث سعر البانزين فأنت من الدول التي تنتج النفط بكميات عائلة والبانزين أحد مشتقاته فأنت تحدث لي عن شغلة طبيعية وتري تسويها امتياز وتسويها فضل منقدمة الحكومة للعراقيين أن تطيهم بنزين رخيص لا لقد تطيهم بنزين قالي بس قدم لهم قدمات راقية قدم لهم مدرسة راقية يودون بها أولادهم قدم لهم مستشفى يقدرون يتعالجون بها راقية والعلاج بها رخيص ولاش قدم لهم ساحة عدالة ومحاكم تحتكم إلى القانون فقط ولا تنظر إلى هذا أسود وأبيض وهذا تابع الفلان وهذا تابع الفلان وهذا تابع الفلان عشيرة وهذا الفلان عشيرة وهذا فلان عزب وهذا فلان قوة وهذا فلان شخصية وفلان شخصية خل تنهي الفقر والبطالة والمخدرات والميليشيات وبعدين تحدث لي تدعي المنفر للأسكن، لخدمات، لمصائب، قبل حلقتين كنا نتحدث خمسين عراق يموتون وينجرحون يومياً على الطرق فقط فقط بحوادث المرور عشرة يموتون اكثر من عشرة وخمسة وثلاثين وثلاثين واحد ينجرحون يومياً انت على ماذا تتكلم؟ عراق من مرتبة 11 فيه كأرخص بلد بأسعار البنزين، الله هو أكبر وهذا يجعلنا نصفق للحكومة والحكومات التي جاءت من عام 2003 إلى حد الآن لأنه وصلتنا بالمرتبة 11 كأرخص بانزين بالعالم مع الأسف وصلنا إلى حالة انطبق عليها المثل إذا كنت لا تستحي فأفعل ما تشاء لا، ما عادوا يستحون، ما عادوا يخجلون العراقي معروف عن الخجل، معروف عن الحياء، معروف عن كل شيء طيب لكن هؤلاء ليسوا من العراق، يعني لأنه ليختالون كل حقوق العراقيين ليصادروها وبالتالي يتصرفون بهذه الطريقة ويجينا واحد يقول أن العراق والمرتبة يعني بشرة كبيرة، العراق والمرتبة 11 عالمياً كأرخص بلد بأسعار البانزين، الله أكبر الحقيقة الكارثة كبيرة وعلى قولته المثل العراقي، يقول الشك شبير والرقعة صغيرة، حتى رقعة محدنا يعني ما عادوا يهتمون بهذه المسألة واحد من المذيعيهم طلع وقال ما يعجبك وضرب رأسك بالحياة، تطلع من العراق يعني إذا ما يعجبك هذا كله، أطلع من العراق، خلاص العراق ما لأبو، والعراق ما لأبو هاي الأحزاب وما للميليشيات، وأطلع، وانتهت، والعراق ما لأبو إيران وما يعجبك، لو تضرب رأسك بالحياة، لو تطلع، سافر، هاجر وصدقوا لو كان الهجرة بسيطة على العراقيين، ويقدرون يوصلون البلدان الدنيا بسهولة ويسر أكثر من 95% من العراقين، يهاجرون عوائل وأطفال وصغار وكلهم كلهم يطلعون في يوم واحد، صدقوا بالله كونوا على ثقة، لكان كل العراقيين غادروا، ولكان فرغ العراق من أهله وتجيبون ذاك الوقت سيك، ما أعرف منه، خلوهم بالعراق، خلو يصيرون ذو العراقيين، طوم جناسي جيبوا الإيرانيين وطوم جناسي، خلو يطلعون للعراقيين، هذا واقع الحال لكن دول العالم شدد على الهجرة، فلذلك العراقي، ومع ذلك يخرجون وموتون بالبحار مع الأسف الشديد، هذا البلد الكريم، وهذا الشعب الكريم، وهذا هذه النخوة العراقية الطيبة، دوسون عليها بأقدامكم بالقوة، حتى تعاملوا الناس بهذه الطريقة، ويجينا واحد يقول لنا العراق المرتبصة، طعش عالمياً كأرخص بلدان بأسعار البوانزين، يعني هذا يدلل على أن تشاء حكومة راقية لتحكمكم، مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى، أعزائي المشاهدين أترككم بخير، وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين، استودعكم الله، والسلام عليكم اشتركوا في القناة